تقول غصتنا كان في فتاة مراهقة الفتاة هذه راحت وحضرت عرس بنت عمتها تقول بما أني مراهقة وصغيرة ومن دفع للعياة ومو حاسب عساب شيء تقول قعد ترقص بالعرس العرس فيه طقطقة وأغاني وقعد ترقص إلى أن تخلوا عيال عمتي اخوان العروس تقولوا كملت رقص ابني صغيرة ومو حاسب عساب شيء وكملت رقص بل أني رقصت ويا واحد من عيال عمتي واستهنست بالعرس إلى أن خلص العرس ومشت الأيام ومشت السنين تقولوا بعد فترة تركت الأغاني والرقص والأمور هذه يعني شبه التزمت شوية ورزقني الله بزوج صالح ملتزم والتزمت أنا ويا مسكنا خط الالتزام عدل وصارت حياتنا يعني أغلبها للعبادة وبعد فترة شفت بنت خالتي فبنت خالتي كلمتني قالت أنا قبل شام يوم كنت عند بنت عمتج اللي هي العروس تقول شغلت لنا شريط عرسها وطلعت انتي ترقصين ويا فلان والمنظر كان يعني سيء وانتي مر على ذمة رجل الحين تقول واكثر الحريم اللي حاضرين يعني وصفوش بألفاظ بذيئة يعني ما كانوا راضين عن اللي شافوه انتش ترقصين ويا ولد عمتج تقول البنت اللي كانت مراهقة انصدمت فعلى طول رفعت التليفون ودقيت على بنت عمتي قلت لا يا بنت العلال امسحي المقطع امسحيه الغيه احرقي الشريط قالت وليش احرقه قالت أنا منظري ويعني وضعي سيء بشريط عرسج ارقص ويا ولد عمتي حرام وعيب وانا العين على ذمة رجل قالت والله هذا شريط ارسي وكيفي مااني هذا الذكراي انتي ما لد شغل بعدين انتي سيئة ليش رقصتي مع اخوي طيب انا كنت مراهقة وصغيرة قالت لا انتي كنت سيئة قالت لا كلنا عندنا ذنوب ما في انسان ما عنده ذنوب وهذه كانت في فترة مراهقة وبالماضي وانا تغيرت العين قالت والله عادش علي فيج هذا شريط ارسي وهذا ذكره ومستحيل اني امسحها وسكرت التليفون تقول حرقت قلبي عدل حرقت اطبخت قلبي طبخ تقول قعدت ابشي ابشي وارفع يديني للسماء واقول يا رب استر علي يا رب استر علي تقول الفضيحة في مجتمعنا يعني كالنار بالهشيم بصرعة تنتشر وبعد شم يوم عرفت البنت هذه من واحدة ثانية من قريبها انهم كانوا رايحين زيارة البنت عمتها وشغلت لهم الشريط ثاني مرة وكل اللي كانوا موجودين قاموا يقذفونها باسوأ الالفاظ وقاموا يشككون باخلاغها ويعني انتم عارفين الوضع تقول انا على ذمة رجل الحين شلون يعني الرجل هذا اذا دره ش راح يصير وفعلا وصل الخبر لزوجها تقول وبدأ زوجي بالإهانات عقب ما كان يحبني ويثغ فيني بدأ بالإهانات وبدأ بالشك وبدأ يراغبني حتى لما يوديني لهلي يجي ياخذ لفرة يدك تليفون يسأل موجود الرجل شك فيني تقول عقب ما كنت عايشة حياة سعيدة تدهورت حياتي يعني الى اسفل يعني حال تقولوا ما عندي الله الله سبحانه وتعالى اوه المغيث اوه ناصر المظلو تقول رفعتي ديني للسماء وقلت يا رب يا رب انك تحرق قلبها مثل ما حرقت قلبي يا رب انك تدهور حياتها مثل ما دهورت حياتي تقول حياتي كانت ماشية باستغرار ومنح سن ما يكون وتدهورت مرة واحدة بسبب بنت عمتي وسبحان الله كان رد الله سريع بعد شم يوم جاني خبر ان بنت عمتي احترق بيتها وهي احترقت شوية وتشوهت خصوصا منطقة الوجه والصدر تشوهه تقول انا انصدمت اقسم بالله العظيمة هذه دعوتي قسم بالله هذا رد الله سبحانه وتعالى لاني انا ما قلت اكسر راسها اكسر قلت احرق قلبها وفعلا احترق بيتها تشوهت وتشوه شكلها واحترقت بنتها اللي عمرها 4 سنين وماتت واحترق البيت كلها واحترقت الاشرطة حقية عرسها تقول انا من باب الواجب رحت ازورها بالمستشفى تقول انا شائلة عليها كتير وحاخدة وكرعتها لانها فعلا حرقت قلبي بسبب غلطة غديمة وبالماضي يعني انست يوم دخلت عليها بالمستشفى تقول يوم شافتني بيشت بيشت قالت هذا وعد الله انتي دعيتي علي مية بالمية انتي دعيتي علي والله اخذ عقج مني يعني اقتص مني مية بالمية احترق البيت واحترقت الاشرطة كلها واحترق قلبي على بنتي اللي ماتت واحترق على تشكلي لاني انا حرقت قلبك لاني انا ما سترت عليك فلذلك الله بعد ما ستر علي تخيل لي اني وقت الحريقة طلعت من البيت شبه عارية جدام الجيران شبه عارية لاني انا ما سترت عليك الله ما ستر علي من سابع سما فصحبة الغصة هذه بعثت لنا الغصة تقول يعني للعبرة يعني انت كما تدين تدان تضرب تنضرب تفضح تنفضح فاللي ما يستر على الناس الله سبحانه وتعالى ما يستر عليه تتبايا المترجم للقناة